فهذه الجزئية قانونيا دكتور نبيل يعني الجنعية العامة أو القرار للصدر هو قرار غير ملزم لكن من المفترض أن قرارات مجلس الأمن هي قرارات ملزمة بعد صدور هذا القرار مباشرة إسرائيل رفضت هذا القرار رفضت بشكل مباشر على لسان مندوبها الدائم في مجلس الأمن تنفيذ هذه الهدن الإنسانية وحتى القرار فيه جانب خاص بإطلاق صراح الرهائن وقال الجانب الإسرائيلي أنه لا يمكن تنفيذ هذا القرار إلا بعد إطلاق صراح الرهائن دون قيد أو شرط كيف تفسر السلوك الإسرائيلي وقانونيا إلزامية هذا القرار اللي صدر المجلس الأمن طبعا زي ما حيثك عارف أن أمريكا مساندة لإسرائيل في هذا الموقف لكن هي برضو قدام العالم المجتمع الدولي أعتقد أن هي نفذت رأيها لكن بدون اعتراض يعني في هذه الحالة برضو مين اللي هينفذ يعني هناك قرار ضد إسرائيل بأنها تنفذ قواعد القانون الدولي ما نفذتش لبا الدول لابد أن هي تأخذ إجراءات جماعية في هذا الشأن لكن برضو مع الوقت برضو اللي احنا شايفينه إن إسرائيل ما تقدرش تقعد مدة طويلة في حروب ولا أمريكا صحيح يعني النهاردة أيوة يعني أمريكا قبل كده ولم تنجح كثيرا يعني هي كانت في فيتنام وفشلت صحيح كانت في أفغانستان وفشلت الصومال وفشلت العراق العراق ده بالعكس بدأت في العراق تكتشف أن هي لابد أن هي تأخذ سياسة أخرى السياسة الأخرى هي اللي هي طبعا كانت كونداليسا رئيس بتتكلم الفوضى الخلاقة وكلام ده كله لكن دخلوا على حاجة ثانية وهي الحرب بالوكالة إن الدولة نفسها فيما بينها نص مثلا أو جزء تؤمن بأن يعني الحروب لابد أن هي تستمر أو تحارب أو يعني تؤمن بمبادئ اللي عايزة تفرضها الولايات المتحدة وبعد كده هو تدخل مع بعضها فالولايات المتحدة ورجالها وجيشها وكلام ده كله يبقوا بمنأة عن المواجهات ولكن هناك من يقدر بقى الاختلاف كله وده اللي نجحوا لحد ما في في العراق وفي سوريا وفي لبنان لكن مصر عنيدة مصر قوية في هذه الحالة يعني أما جوم الإخوان برضو حرب بالوكالة مصر آمد وساندها القوات المسلحة في هذه الحالة ومصر صعبة لم تقسم من سبع تلاف سنة ما هيش بالصدفة يعني النازل كلها سواء كان في أفريقيا سواء كان في المنطقة العربية أو خلافه يعني فيه محاولات للقسام لكن أعتقد أننا في هذه الحالة وما سيادة الرئيس وقف قدام سينة والخط بين مصر وبين إسرائيل وكانت إسرائيل لسا قوية في الفترة البدائية لها أعتقد أنه هو آلاً هنفذ القانون الدولي ما فيش إن هي تحجير قصري ما فيش حروب للأطفال لا بد من تطبيق القانون الدولي الإنساني ما هو القانون الدولي الإنساني هو أساساً أربع اتفاقيات الأولى هي اتفاقية جينيف أربع اتفاقيات جينيف ساعة 1949 صدرت بعد الأمم المتحدة ما جات لأن الأمم المتحدة أساساً جات بعد الحرب العالمية الثانية جات بعد الحرب العالمية الثانية فبدأ فيها بعض اتجاهات للسلام وتحقيق السلم نمر واحد أن ننفذ الاتفاقية الرابعة وهي اتفاقية حماية المدنيين تحت الاحتلال لأنهما دولت ضعاف وفهم الاحتلال وفرضتها الأمم المتحدة واتفاقيات جينيف ساعة رئيسة مويف قال لا ما حدش هيدخل سيناء ونقف بقواتنا لأنها ليس فقط تدمر القضية الفلسطينية ولكنها تخالف قواعد القانون الدولي مصر قامت برضو بدعوة مؤتمر اللي هو مؤتمر القاهرة القاهرة للسلام وجه بعد ما كان طلع قرار من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن برفض أي حاجة تتعلق بغزة لكن العالم كله جه في مصر انهوت واستمع وتجاوب وعلى الأقل إعلام ووعي للمجتمع الدولي ولحقه الجمعية العامة للأمم المتحدة